السلام عليكم معكم دكتور ستليا محمود إريطم مشكلة تأصف الشعر ومشكلة تساقط الشعر المشكلات الكتير اللي بتواجه سيدات كتير وطبعا معظم السيدات بيحتاجوا كريم عشان خاطر يسرحوا بشعرهم وفي نفس الوقت عايزين كريم يقو الشعر ويزود كسفته ويقلل تساقط الشعر معهم الكريم يعني ممكن نيجي نقول انه بديل للزيت يعني لو واحدة بتستعمل شامبو طيب كويس بتستعمل سيرم كويس أو لوسيوم كويس ومش عايز تستخدم زيت ممكن تستخدم كريم تسرح بشعرها كريم ده كريم طبي بيساعد على زيت كسفت الشعر ويقو الشعر ويمنع تساقطه معانا النهاردة اول منتج معانا اللي هو بروتي كير كريم زي ما حاك شايفين بروتي كير كريم ده هو كريم طبي من الكريمات الجميلة جدا الكريمات اللي بتساعد على منع تساقط الشعر في حالات الصدع الغير وراسي كمان بتساعد على تقوية الشعر وزياد كسفته كمان بتساعد على اعاد بناء الشعر التالف وبتساعد على تغذيب بصيات الشعر وده لان فيها مجموعة زيود طبيعية زي زيت اللوز وزيت الججوبة وعندنا زيت اللافندر وزيت الجرجير وزيت اكليل الجبل وزيود تانية كتير مجموعة زيود طبيعية فيها احمد امينية وفيتامينات ومعادم بتساعد على تغذية الشعر تمام طيب استعماله ازاي يا دكتور بص يا ستي استعماله ان انا حد اعدلك فروة الشعر كويس بعد مخص الاول طبعا بشامبو طب كويس تمام ودلك فروة الشعر والجدر كويس وسيب الكريم على الشعر ديقتين لاربع دقايق قاعد استمر تدليج يعني اعد تدليج ديقتين لاربع دقايق للجدر وفروة الشعر والشعر زيت نفسه تمام الكنيام ده كل يوم والطريقة حلوة كمام ممكن اعملها ان انا ممكن اعمل حمام كريم ازاي حمام الكريم ده ان انا حاجيا الناس مثل Accounts 3 ودلكوا اضعد اربع دقايق او اضعدكوا ادلكوا ارجي فوتة مشبهة ببخار المياع واسيب على الشعر ساعة تمام ارجي فوته ماشبهة ببخار المياع واسيب على الشعر الساعة الكريم ده أمان للأطفال يعني لو طفلك طفلتك مثلا عايزك شعرها يبقى كويس ونعم وجميل البروتي كير جميل جدا الحوامل المرضعات يستعمل بأمان مفوش أي مشاكل ولا أي أضرار ولا أي حاجة خالص للنتيجة الحلوة وعشان يجيب معاك هاتيها كويسة استعمال بروتي كير كريم من شهرين لأربع شهور البروتي كير كريم ده 100 جرام عامل حوالي 85 جنيه لربعة البروتي كير اهو عامل كام عامل 85 جنيه إلا ربع اهو طيب ساعات واحدة عايزة كريم برضو يغز الشعر وينعم الشعر وكمان عايزة كريم للأشرة ما بتحبه تعمل شامبوات للأشرة تمام مافيش مشاكل هالنهاردة معانا كريم شاميل لتنين برضو انه يغز ويعمق غاز الشعر ويزود كسفته وينعمه وضد الأشرة معانا داند الكريم داند الكريم ايه الميزة اللي فيه داند الكريم برضو يحتوي على مكونات طبيعية داند الكريم فيه حمض السليساليك فيه الزينك بيريسون وفيه البيروكولامين ويستخدمه دوت بقى عشان اشرت الشعر وعشان الحكة بتاعت الشعر لو واحدة بتحس بحكة او حرقان في شعرها تستعمله وفيش مشكلة وفيه زيت الارجان وزيت حبة البركة وزيت جالقامح وزيوت تانية كتير طبيعية الزيوت اللي بتساعد على تنعيم الشعر وتساعد تخلي الشعر ناعم وتنفع على الشعر التالف والمتجعد والمتأصف والشعر الناشف الجامد كمان آآ الكريم ده من الكريمات الجميلة جدا والمتميزة جدا اسمه داند الكريم داند الكريم ده استعماله عاستعمله تدليق لفروة الشعر وبرضو أعد أستمر من تدليق دي اقتل لاربع دقايق مره الصبح ومره بالليل وبرضو عشان النتيجة الكويسة ممكن أنا عاود أستمر عليه حتى فترة شهر تمام?, الكريمات دي برضو من الكريمات المتميزة والجميلة جدا اللي بتجيب نتائج حلوة فيه اللي بتزود كسفة الشعر وتقوي الشعر وتعيد بناء الشعر التالف والمتجاعد كمان انها بتمنع قشرة الشعر بتمنع تسقط الشعر الناتجة عن القشرة وكمان بتمنع الحكة اللي بتحصل فيه الشعر الحكة والحرارة اللي بتحصل في الشعر دي بتمدحها تماما الداند الكريم هو برضو 100 جرام كريم وسعره 65 جنيه سعره 65 جنيه يبقى ايزا النهاردة معانا كريمين متميزين جدا هو البروتي كير كريم والداند الكريم لو واحدة عايزة كريم فيه زيوت طبيعية ينعم الشعر ويمنع تسقطه ويستمر عليه شهرين لأربع شهور وفترة طويلة عشان قطر بس يجيب معانا تاكويسة هو البروتي كير كريم امان للاطفال امان الحوامل امان للمرضاعات كمان الداند الكريم لو واحدة عايزة تستعمل كريم شعر للقشرة ويمنع تسقط الشعر وينعم الشعر وعتمش عليه فترة شهر وممكن يستعمل غاية شهرين يبقى تستعمل داند الكريم يبقى تستعمل داند الكريم الكريمين دوت متميزين جدا وفعالين جدا وبيجيبوا نتيجة قوية جدا دوت ساقط الشعر طبعا اهم حاجة الاهتمام بالشعر والاهتمام بتغذية الشعر واستعمال شامبو طب كويس زي القلوكيا دي اس كافاين شامبو زي عندنا لوجيباكت شامبو بلسم من الشامبوهات الكويسة جدا ده شامبوهات طبية بتستعمل مرتين تات مرات في الأسبوع حوال ما زودش عن كده عشان ما نشفليش الشعر استعمال فيتامينات ومؤويات بتغذي الشعر زي الهيرتون كابسول الحاجات اللي فيها الزينك الحاجات اللي فيها الفيتامين ه الحاجات اللي هي فيها الخميرة الحاجات اللي فيه يا حمد الأمنية اللي بتغذي الشعر وبتزود كسافته ده مهمة جدا الهيرتون كابسول الهيرتون كابسول من الكابسول اللي أحبها قوي جدا كابسولة بعد الأكتات مرات في اليوم مد شهرين اه كمان لو مفيش هيرتون ممكن يستعمل فيتاسترس أورسة بعد الفطار السمر علي مد شهرين بده برضه ليه الشعر مفيش الكادام ده ممكن يستعمل بان توجر كابسول كبتسوية بعد الأكتة مرات في اليوم مدة شهرين اهتمام بالشعر من الحاجات الكويسة جدا والعناية به هي دي اللي عاد ساعدني في الحصول على شعر كويس وشعر ناعم وشعر مفوش أي قشرة شعر مفوش أي حكة شعر كسيف كمان الأكل الصحي أكل فيه خضروات البسلة والخضار والخرشوف والبتنجان والكبدة والتفاح والعسقس والحاجات اللي فيها حديد كل دي عاد تغزي الشعر يارب الفيديو يكون عجبكم ويارب تكون استفادتم سلام عليكم